في سورة الشمس وآياتها يشريق في الأرواح برهانها إذا تلتها أنفس تكتمي ويرتقي السماء إنسانها فيها لآل المصطفى حكمتون جوهرها المهدي وعنوانها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله مصدر على محمد وآله محمد سيما بقيت الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ونفس وما سواها تقدم الكلام في خصائص النفس ومعناها وفي أسرارها بشيء موجز طبعا أما المفسرون فقد اختلفوا في المراد بالنفس في هذه الآية ونفس وما سواها ما المراد بالنفس التي وردت في الآية اختلفوا على أقوال عديدة القول الأول هو مطلق النفس كل كائن حي له نفس ونفسه مجهولة الكن تشتمل على أسرار وخفايا تظهر آثارها من فعله في مقابل الإنس الجن الجن له نفس وكنه نفسه ككنه نفس الإنسان حقيقة مخفية تظهر آثارها عليه هو مثل الإنسان عاقل يفكر يحس يشعر يتحرك كل الأدوار التي يؤديها الكائن الحي يؤديها الجن الملك أيضا نفس الشيء له نفس وله حقيقة جوهر في نفسه حقيقة نفس الملك شنو كحقيقة نفس الإنسان مجهولة الكن معلومة الآثار الحيوان الحيوان أيضا هكذا الحيوان بأنواعه الكثيرة بأصنافه ومراتبه كل حيوان له نفس ما هي حقيقة هذه النفس نعلم آثارها أما حقيقة النفس شنو فالقول الأول يرى بأن الآية المباركة تقسم بالنفس مطلق النفس نفس الإنسان نفس الجن نفس الملك سلام عليكم نفس الحيوان والذي يتتبع الأبحاث التي تحلل أفعال هذه الكائنات الحية فيها الأعاجب حقيقة حتى الحيوانات لا تتشابه مع بعضها لاختلاف النفوس وهي لا تعد ولا تحصى في أنواعها وأصنافها عظم إلهية عجيبة في هذا الخلق القول الثاني يرى بأن المقصود بالنفس في الآية هي النفس الإنسانية فقط وإطلاق هذا الكلام يشمل سائر البشر بما فيهم الأنبياء والأولياء ولكن الفارق أن الأنبياء والأولياء سيطروا على نفوسهم تحكموا بنفوسهم ليسوا ليسوا كسائر الناس هذا القول الثاني القول الثالث ذهب إلى أن المراد هي نفس آدم عليه السلام لأنها أول نفس سواها الخالق تبارك وتعالى وأوجدها هذا القول والقول السابق كلاهما غير تام لأن الآية التي تليها تقول فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها القضية بعيدة عن نفوس الأنبياء والأولياء وآدم وأمثال قول الرابع ذهب إلى أن المراد شخص الإنسان بروحه وجسده الله عز وجل خلقه الروح مندمج به النفس مندمج به فالمقصود ونفس وما سواها وكأنه هكذا يقول الباري عز وجل والإنسان وما سواه قول خامس ذهب إلى أنها الروح الإنسانية لأن خصائص النفوس بأرواحها هذه مجموعة الأقوال التي ذكرها المفسرون من الخاصة والعامة والحق الذي يقتضيه التحقيق هو صحة القول الأول باقي الأقوال ليست بتلك الصورة من القوة لأن النفس في كل تكوين في كل كائن كائن عجيب خلق عجيب بديع في وجوده الله عز وجل خلق النفوس إبداعا لا على مثال سابق ولا على وجود سابق أوجدها إبداعا للنفوس ولكن تختلف النفوس بحسب اختلاف الناس واختلاف المخلوقات تلاحظون أن الإنسان كلما استحكم بعقله وسيطر بعقله ارتقى بنفسه ملازم أكو بين هذين وكلما انحدر العقل في مستوى تفكيره أو في لون تفكيره نفسه أيضا انقادت إليه انجرت معه فالباري عز وجل النفس مطلقا سواء كانت نفس إنسانية أو نفس جنية أو ملكية أو حيوانية كل النفوس آية من آيات الله تبارك وتعالى فيها أسرار كثيرة لذلك الباري عز وجل يقسم بهذه النفوس المفردة الثانية التي تأتي بعد النفس وما هاي وما الواو أيضا هم للقسم هم للعطف الما بعضهم يقول مصدرية بعضهم يقول موصولة بعضهم يقول بمعنى من بعضهم يقول بمعنى الغاية الحق هي أنها موصولة ونفس والذي سوا الخالق الذي كونها ولكن هذا القسم يفيدنا بأن تسوية النفس هي في نفسها قضية عجيبة لذلك في المفردة الثالثة يقول الباري عز وجل سواها ومرجع الضمير للنفس التسوية شنو التعادل بين شيئين إذا صار الشيء متعادلا بين أمرين يقال له تسوية الثقل إذا كان على ظهر داب مثلا يقال سوي الثقل حتى هذا الطرف يكافئ ذاك الطرف تسوية هذا معنى لكن التسوية تارة تكون بالوزن وتارة تكون بالشكل وتارة تكون بالحجم وتارة بالجوهر وتارة بالصفات والملكات كل هذه في أصل الخلقة الله عز وجل جعل النفوس متعادلة فيها النفوس في أصل الخلق في أصل التكوين متعادلة وزن النفوس واحد عقل النفوس واحد صفات النفوس واحد متعادلة واحدة بمعنى متعادلة مو واحد نفسه وزنها كيلو الثاني نصف كيلو واحدة عقلها مئة في المئة الأخرى عقلها نصف لا من ناحية أصل الخلق دققوا في الكلام الذي أقوله في أصل الخلق في أصل التكوين النفوس سويت في الوجود الأفعال والأفكار والمواقف هي التي تميز النفوس عن بعضها بالأفعال بعض النفوس تكون نورانية وبعض النفوس تكون ظلمانية بالأفعال بعض النفوس تكون ثقيلة للأوزار التي حملتها بعض النفوس تكون خفيفة بعض النفوس تكون جميلة للأعمال التي تقوم بها الله عز وجل يعطيها مزيد عناية إلهية في شكلها بعض النفوس بأعمالها تصبح شكيلة قبيحة المنظر قبيحة الشكل إذن في أصل الخلق والتكوين النفوس متساوية متعادلة مزيداً ولكن الأفعال والمواقف والأقوال والآراء اللي الإنسان بعد وجوده في عالم الدنيا هو الذي يكون سبباً في خفة نفسه أو ثقلها في نورانية نفسه أو ظلمتها مهنان يصير الاختلاف لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى حتى مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبين إلى البشر أن الأفعال مؤثرة على النفوس المعتقدات مؤثرة على النفوس المواقف مؤثرة على النفوس لا يتصور الإنسان أي فكر يريد يشيد بذهنه براسه بعقله ما يؤثر على نفسه لا أبداً الفكر السليم يؤثر على النفس والفكر السقيم يؤثر على النفس المواقف الصحيحة السليمة تؤثر على النفوس والمواقف السلبية السيئة تؤثر على النفوس فإبداع الخالق تبارك وتعالى في هذه النفوس شيء عجيب تلاحظون مثلا إذا الإنسان يتأمل في نفس الوقت اللي النفوس الله عز وجل جعلها في أصل التكوين متعادلة من جهة أخرى نشوف أكو تمايز كثير بين النفوس هي متعادلة في التسوية متمايزة في الآثار كم أكو من البشر على وجه الأرض مليارات اللي في وقت واحد موجودين وقبلهم مليارات المليارات وبعدهم مليارات المليارات لا يتشابهون في الصور لا يتشابهون بالخطوط حتى شكل الخط ما يتشابهون لا يتشابهون بالأذواق لا يتشابهون بالأصوات مليارات البشر إذا في وقت واحد يتكلمون وأمكن لنا أن ندرك أصواتهم ميزنا بين صوت وصوت مليارات الحنجر واحدة في التكوين العضو واحد آلة الكلام واحدة الأصوات مختلفة متميز ذول اللي رحلوا من الدنيا أصواتهم ليست كأصواتنا وأصواتنا ليست كأصوات القادمين بعدنا إذا مليار من البشر كتبوا عبارة كل شخص عبارته في الخط تختلف عن الآخر مشيتهم متميزة ضحكهم متميز حزنهم متميز طبعهم متميز ونفس وما سوا معتدل في أصل الخلق متميزة في الآثار وفي المظاهر إذا الإنسان يريد يشوف بأن الصنع الإلهي يشكد عجيب في هذه القضية لا يمكنه بعد ذلك أن يصير عند شك في أن هذا الوجود هذا النفوس التي أودعت في بطون الكائنات الحية ليس لها خالق حكيم مدبر مكون إذا نقيس بين ما يخلقه ما يصنعه الخالق عز وجل وما يصنعه البشر هذا البشر المغرور الطاغي فيما توصل إليه شوفون إش كد أك تفاوت بين ما يخلقه الباري عز وجل وما يخلقه البشر أولا الباري يخلق إبداعا والبشر يخلق تقليدا حتى هاي أدوات ووسائل النقل سيارات قطارات باخرات طائرات اللي يشوفوها تقليد لخلق الله يشوفون الحيوان بعض الحيوانات المناسبة كيف شكلها صورتها كيف تطير يتعلمون منها يصنعون الطائر يشوفون بعض الحيوانات الزاحفة على الأرض كيف تزحف يصنعون مثلها قطار صناعات الإنسان ليست إبداعية تقليدية لمن للخالق حسن فقط الله بديع السماوات والأرض يخلق لا على مثال سابق حتى السيارات تلاحظوها كل سيارة اتشابه شكل من أشكال الحيوانات قلدت الحيوانات في أشكالها وصنعت هكذا إذن صنع الله إبداعي وصنع الإنسان تقليدي صنع الله فيه حياة فيه حس فيه درق صنع الإنسان ما فيه درق ميت تركيبي تركيبي يجمعون هذه ويه هذه ونبطوها مع بعض يكونون جهاز هكذا تركيبي صنع الله تبارك وتعالى يعطي للأشياء آثارها وخواصها من نفسها تتحرك من ذاتها تتحرك الإنسان من ذاته يحس ويدرك ويمش وياكل ويشرب من ذاته ما يحتاج فرد ربط فرد سلك بالكهرباء حتى يشحن البطارية مالتا حتى يشتغل من ذاته الإنسان يتحرك الحيوان من ذاته الجن من ذاته الملك من ذاته كل شيء من ذاته الله عز وجل جعل هذه النفوس هكذا من ذاته تتحرك وتحس أما صنع الإنسان شنه صنع الله غير متشابه صنع البشر متشابه فد موديل سيارة يساون عليها كذا مليون كذا مليار سيارة يساون البندس الله عز وجل اثنيا أولاد من أب واحد ومن أم واحد ما يتشابه أبو ابن ما يتشابه في كثير من الأشياء لا يتشابه حتى في ذوقهم حتى في صوتهم حتى في شكل خطهم ونفس وما سواه عجيب في صنع الله كل ما الإنسان يتأمل يشوف عظمة إلهية في الخلق لكن الإنسان لما يألف هذا الشيء وطبعه ينظر إلى الخارج لهذا فرد لأننا نتحدث إن شاء الله عنها طبعا الإنسان يبصر الخارج ولا يبصر الداخل إذا بصر إلى الداخل يقوم يعرف هذه الحقائق بس غالبا شنو يشوف لقبال شنو شوف مقابيل شنو أما هو نفسه شنو قافل خصوصية أخرى من خصائص النفس هذه أعجب بعد مما ذكرنا بعض النفوس متعددة في الوجود متحدة في نفسها تتحد يصير نفس واحدة وبعض النفوس إذا تنافرت تضادت إذا تشابهت النفوس في الصفات وفي الخصائص وفي الملكات اتحدت هذا تعبير الاتحاد تعبير فيه شيء من التسامح معنى الاتحاد هنا أنك لا تفرق بينهما في الأقوال في الأفعال في الصفات في الخصائص لا تفرق هذا ليس في أصل التكوين النفوس في أصل التكوين الله عز وجل جعلها متعددة ولكن بالصفات والأفعال والأقوال اتحدت النفوس شنو سبب الاتحاد بين النفوس سبب الأول المحبة المحبة إذا بلغت الذروة ماكو شيء فوقها تلاحمت النفوس صارت واحدة للتشابه الكثير الذي يحصل فيها سأجيب لكم بعض الأمثلة حتى واحد لا يستغرب من هذا المعنى لاحظوا مثلا في هذه الرواية هذه حديث قدسي يرويه حماد بن بشير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله يعني حديث قدسي النبي يرويه عن الله ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أداء الواجبات أداء الفرائض أقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه أداء الواجبات صلاة صيام حج خمس زكاة هاي الواجبات وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه بالفريضة يتقرب إلى الله لكن دققوا في العبارة العبد يتقرب بالواجبات إلى ربه أما في النوافل الله يحب عبده بالنوافل في الواجبات من جهة العبد في المستحبات والنوافل من جهة الرب تبارك وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيتم هذا إلى عدة معاني الحديث من معانية الحب والتفاني يسوي لحمة بحيث العبد وهو عبد يكون مظهر لرحمة الله تبارك وتعالى وبركة الله مستجاب الدعوة إذا سأل يعطاه مبارك يصير هذا ما يجي بأداء الواجبات أداء الواجبات تقرب العبد إلى ربه أما هذا بالنوافل تجي فلازم يلتفت الشباب شنو لازم يسوي اللي يريد أن تظهر عليه آثار الرحمة الإلهية مو بس يلتزم بالواجبات يلتزم بالواجبات وبالمستحب واجبات فرائض لا يمكن تركها في هذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الحديث أن الاندماج في الحب والتفاني من يبدأ من الحبد ليش لأن العباد كلهم سواء أمام الله كلهم سواء لكن الله لا يقرب عبدا بلا سبب بلا حكمة والسبب من نفس العبد إذا العبد تقرب إلى ربه وتحبب إلى ربه أحبه الله في حديث قدس آخر يبين سر هذا الاتحاد والاندماج هذا أيضا حديث قدس في أخبار داوود عليه السلام هاي الأحاديث القدسية فيها تعاليم أظيم نؤوس الشباب بقراءة الأحاديث القدسية أعظم التوجيهات والترضويات في هذه الأحاديث الله عز وجل يتعامل مع أنبيائه ويرشدهم مباشرة ماذا يصنعون كيف يعملون كيف يتهذبون فالكنوز عظيمة في الأحاديث القدسية هذا منها في أخبار داوود يقول عز وجل له يا داوود أبلغ أهل أرضي أهل أرضي مو أهل زمانك مو الأمة التي أنت مبعوث بها أهل أرضي أني حبيب من أحبني وجلیس من جالسني لا يفهم واحد أن الله عز وجل يأتي ويجلس عنده لا هذه مفاهيم خاطئة هذه جلیس من جالسني حينما يجلس العبد في مجلس يذكر الله عز وجل في الكلام الذي يقوله في الكلام الذي يسمعه في النظر الذي ينظره في الناس الذين يجتمع معهم في مجلس هذا جلیس من جالس ومونس لمن أنس بذكري شوف ذول اللي عندهم علاقة بالله تبارك وتعالى وذكر الله معهم في كل حال لا يصيبهم ملل لا يصيبهم جزا لا يصيبهم كسل هذا الزمان لا يصيبهم كآبه دائما في التداث في انس وصاحب لمن صاحبني كل جملة هاي بيها كل جملة بس هالشي نتكلم اهنانا اكور عجيبة والفات عجيب ومختار لمن اختار خالق السماوات مختار لمن اختار اذا واحد يفتح هسا ومطيع لمن اضاع ني شلون الانسان يقدر في كثير من اوقاته يعص الله عز وجل من يوقع بشدة يصيح يا الله انقذ ني خلص ني خلص مطيع لمن اطاع ما احبني احد اعلم ذلك يقينا من قلبه الا قبلته لنفسي اندماج هذا الاندماج مو فقط قبلته قبلته لنفسي يعني جعلته من خواص من اهل الله تبارك وتعالى واحببته حبا لا يتقدمه احد من خلقي من طلبني بالحق وجدني ما اكو شيء العبارات تقصر عن هذا المعنى فقط فقط الله عز وجل بابه مفتوح للساكن في كل وقت في كل آن في كل مكان في كل زمان بأي حال يكون الانسان حتى لو على فراش النوم في المزرعة في المعمل في الدائرة في الجامعة في الشارع في الصحراء لا بواب ولا حاجب ولا اتصال ولا اخذ موعد هاي الامور اللي البشر يسووها خاصة المسؤول واصحاب القدرة هذه اخلاق الله عز وجل في التعامل مع عباده يجي فرد عبد صغير لا يملك حولا ولا قوة يحجب نفسه عن الرعية شكد هبوط في الانسان يلاحظ اخلاق الله عز وجل في التعامل مع خلقه ولاحظ الخلق في التعامل مع بعضهم من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري ذول اللي يطرقون ابواب هذا وذاك لم يجدني عند ال احتياج وعند الازمة الانسان اول باب يطرقه حبيب الله هكذا باب الله فارفضوا يا اهل الارض ما انتم عليه من غرورها مو بس هي غرور انتم ايضا مغرورون يا اهل الارض غرور غرور يلف يلف من البشر لاحظون لاحظون حتى الكثير من المشاكل الاجتماعي الاجتماعية من شوها شنو الغرور الغرور لازم احد لما يقترب ويعلم الباري عز وجل من قلبه اليقين والصدق يقدم خطوة الله عز وجل يأتي إليه أميال هكذا رب رحيم عظيم لهذه الخليقة إذن الله عز وجل كل الخلق بالنسبة إليه سواق الإنسان هو الذي يجعل نفسه قريبا من ربه أو بعيدا من ربه الأقوال الأفعال المواقف هي التي تغير النفوس هي التي تبدل التسوية الإلهية لهذه النفوس هذا التعليم اللي الباري عز وجل يبين في هذه الرواية في هذا الحديث أكو إلها شواهدها نفوس تتشابه بالصفات تتشابه بالأفعال بحيث لا يتميز أحدهم عن الآخر في خصائصهم المعنوية نعم أكو رسول الله وأمير المؤمنين وأنفسنا وأنفسنا لا فرق بين رسول الله وبين أمير المؤمنين في كل شيء ما كفرق إلا في أمرين رسول الله ينزل عليه وحي قرآني وحي قرآني نبوة أمير المؤمنين لا ينزل عليه وحي قرآني اثنين رسول الله متبوع وعلي تابع فقط نسخة ثانية عن رسول الله وهذه المزايا التي تميزت للضرورات في عالم الدنيا وإلا في أصلهم وتكوينهم هم نور واحد نور واحد شقة إلى نفسين تشابه تام يجيب الاندماج رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا شهد لفاطمة سلام الله عليها أنها روحه التي بين جنبين وكانت تشبه رسول الله في كثير من الأشياء حتى في الرواية عن جابر وعن عائشة وغيرهما كانت إذا مشت لا تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله شبه عجيب في كل شيء كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد ثالث شهد به سيد الشهداء صلى الله عليه لأخيه أب الفضل مما يؤسف له أن الأبحاث عن أب الفضل قليلة وما وصلنا أيضا قليل شخصية أب الفضل شخصية عجيبة في حظمتها وقرأوا الزيارة الواردة في حقه حتى تعرفون هو كالحسين في التشابه الحسين صلى الله عليه حينما أرسله إلى الماء قال اركب بنفسي أنت هاي كلمة معصوم السماوات والأرض تحت ولايته يقولها لصاحب عسكره لقائد عسكره أب الفضل بس هاي بنفسي هاي الباء شنو معناها معانيها عديدة المعنى الظاهر بمعنى في في نفسي أنت تلاحم اتحاد وكل ما الإنسان يتأمل في مواقف أب الفضل بهذا المقدار الذي وصلنا يعرف أنه بعد الحسين هو صلى الله عليه طبعا مع حفظ التفاوت بالمقام وبالرتبة لكن الآن نتكلم في التشابه النفوس تلاحم النفوس لما برز علي الأكبر سلام الله عليه إلى الميدان الروايات تقول نظر إليه الحسين نظر آيس منه وشهد له بأنه نسخة ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وعنهم شخصان ولكن التشابه في الخلق وفي الخلق وفي المنطق سواهم نسخة نور في شخصين متجسد وكأنه من باب تقريب الفكرة إلى الذهن البدن صار سبب للتمائز وإلا من ناحية الصفات والخصائص واحدة وهكذا هي النفوس العالية إذا أحبت وتفانت تلاحمت تلاحمت مع نفسها وتقربت إلى ربها بدرجة حتى الله عز وجل يقول أختصه لنفسي في رتبة أدنى من هذا الذي ذكرناه جملة من خواص أصحاب الأئمة هذا نقوله حتى الإنسان يشوف هو هم يقدر ها إذا يسعى ويضط هو هم يقدر هو شيء ممنوع هذا ولا شيء محال يصير ورد عنهم عليه السلام في سلمان سلمان منا أهل البيت أهل البيت اللي هم محور هذا الوجود تكوينا وتشريعا يضمون إليهم سلمان هذا اعتباط إجاه الشكيل لو حب وتفاني وتشابه واقتداء تام بالمعصوم ما يميل يمين ويميل شمال ويقدم رأي على المعصوم ويقدم اجتهاد على المعصوم اتباع تام إذا صار اتباع تام صار سلمان مننا الباب لهذا مفتوح مو منح سلمان سيد الرضيق بمحال بأمه الرضيق استئناس بمحال بأمه شنو غذاؤه المادي البدني الجوع البدني وبعد الجوع الروحي الأم مثل ما تغذي الولد في بدنه تغذي الولد بروحه بحنانها بمحبتها الولد اللي يرضع من أمه غير الولد اللي ينشأ من غير محال بأمه قال العلم هم يقرر هذه الحقيقة ويقبل ليش لأن الطفل ما يأخذ بس غذاء بدن من أمه يأخذ غذاء الروح وهذا أعظم من غذاء البدن ثم الطفل يأخذ محالب أمه يستأنس بها يعني عن حب عن رضا عن انجذاب أصحاب الحسين في الشهادة لأجل الحسين هكذا كانوا مو مجبرين مو مفروض عليهم القضية أبدا عندهم استئناس بدني واستئناس روحي وعندهم انجذاب حتى أن بعضهم فضل الشهادة معه على الخلود في الحياة هذا اندماج روحي عجيب هذا باللسان يقال لكن دركه هو يحتاج لي يرضى أن يكون شهيد مع الحسين في مقابل أن لا يخلد في حالم الدنيا إذن مزايا النفس وتسوية النفس هي آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الوجود من جهة أكو تسوية في الخلق وفي الإيجاد من جهة أكو تمايز في الآثار من جهة أخرى معنويا أكو اتحاد وتلاحم في النفوس هذا هم بعض ما يتعلق بمعنى وسواها نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين في سورة الشمس وآياتها يشريق في الأرواح برهانها إذا تلتها أنفس تكتمي ويرتقي السماء إنسانها فيها لآل المصطفى حكمة جوهرها المهدي عن blue ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا